حياكم الله جميعا إن شاء الله الآن راح نحل أسئلة اليوم الثالث تجميعات اليوم الثالث السؤال أول يقول لك أي المواد أو الموارد الغير متجددة من الموارد أو المواد الغير متجددة نقول الموارد الطبيعية تقسم متجددة وغير متجددة الغير متجددة مثل عليها الفحم الحجري أو الوقود الحفوري بشكل عام النفط من الوقود الحفوري المعادن بعض المعادن واليوران من المشع الماء الغير مظيف الحيوانات الموددة بالانقراض هذه كلها موارد غير متجددة إذن إجابة هنا اليورانيوم المشع سؤال اثنين ما فصيلة الدم الأكثر أهمية في قسم الطوارئ في المستشفيات أكثر أهمية أن تعطي الكل يعني معطي عام أي فصالة الدم معطية عام زي ما شرحنا وقلنا سابقا هي فصيلة الدم A B هذه تعتبر مستقبل عام تأخذ من الكل وما تعطي غير نفسه السؤال ثلاثة علاقة السمكة المهرجة مع شقائق النعمات في الكتب القديمة كانوا كاتبينها علاقة تعايش ولكن عدلوها من سنتين تقريبا ووضعوا إنها علاقة تقايض تبادل منفع الاثنين باستفيدهم بعض إذن هي علاقة تقايض السؤال أربعة تقوم بعض البلدان بمكافحة انتشار القواقع قواقع هنا تعيش في المياه العذبة للحد من انتشار المرض يعني تكون القواقع هذه عائل لبعض مسببات الأمراض التالي شرحنا في الدورة الأساسية قلنا إنه في عندي مرض ينتشر عن طريق السباح في المياه الملوثة أحد عوائله له عائلين أحدهما القواقع والثاني الإنسان هذا المرض هو قلب الهرسيا داء الفيل ينتقل عن طريق البعوض الملاريا ينتقل عن طريق ذبابة أنثى بعوضة الأنوفيلس ومرض النوم يقسم إلى نوعين أمريكي وأفريقي الأمريكي ريديو فيد باق نوع من نوع الباق والأفريقي عن طريق ذبابة سيتسي طبعا مسبب بمرض النوم هو تريبانسوم خلية التي تحتوي على مريكزات سؤال 5 لا تحتوي المريكزات زي ما درسنا قلنا توجد فقط في الخلايا الحيوانية أو الأوليات الخلايا الحيوانية أو الأوليات هذه ما عندها جدار خلوي وما عندها بلاستيدات خضراء إذن إجابة هنا بلاستيدات خضراء أو جدار خلوي ممكن أغير لك في الخيارات سؤال 6 أي نوع من السكر موجود في الجرجير لو وقف لغاية هنا يطلع عندي خيارين صح الجلوكوز والسليلوز كمل السؤال يصعب هضمه يصعب هضمه هو نوع من النوع السكريات المتعددة درسناها وقلنا هي السليلوز سؤال 7 تشترك كل من الضفادع السيسيليا السلماندر هذه كلها برمائيات والبرمائيات يا شباب قلبها مكون من ثلاث حجرات طيب هل برمائيات عندها أطراف جميع البرمائيات عند أطراف لا السيسيليا عديمة أطراف إذن هذه غلط برمائيات ثابت درج حرارة أو متغير درج حرارة غدد لبنيت وجد فقط في الثديات إذن إجابة قلب مكون من ثلاث حجرات سؤال 8 أي الحيوانات التالية ثدي بائض من الثديات الأولية من من هذه من الثديات الأولية الثديات الأولية تبيض وترضى صغارها وقلنا منها من قار البط أو آكل النوم آكل النمل الشوكي الأبوسوم والكنغر هذا من الكيسية ثديات كيسية الحوت من الثديات المشيدية سؤال 9 المكون الأساسي للشعر والريش شعر والريش والأضافر والقرون والمخالب هذه كلها مكونة من الكيراتين الكايتين يوجد في الفطريات والمفصليات إجلايكوجين سكر عديد يوجد فيه العضلات خلايا العضلية عند الحيوانات ويوجد فيه خلايا الكبد الميلاتونين هو هرمون مسؤول عن تنظيم النوم في الجسم الإنسان طبعاً لن يذكر معكم في الملهج миلياتونين سؤال 10 أي تالي يعد مناعة سلبية مناعة سلبية يعني الأجسام مضادة تكونت خارج الجسم مناعة إيجابية أجسام مضادة تكونت داخل الجسم أجسام مضادة هذه التكونت خارج الجسم انتقلت إلى الجسم ممكن تكونت داخل الجسم آخر أو داخل حيوان أو داخل جسم حيوان آخر مثلاً عليها المناعة السلبية حليب الأم أجسام مضادة تنتقل من الأم للجنين عن طريق الحليب هذه مناعة سلبية وأيضا في عندي الأجسام مضادة اللي بننقلها من الإنسان اللي بتلضغه أفعى أو أقرب وبيحتفظوا فيها بأخذوا منه أجسام مضادة وبيحتفظوا فيها في المستشفى وإذا جاء مصاب أو واحد لضغته أقرب أو أفعى بيعطوه هذه الأجسام مضادة إذن المناعة السلبية هي أجسام مضادة السموم الأقرب التطعيم مناعة إيجابية التطعيم هي أصلا أجزاء من مسبب المرض بكتيريا أو فيروس مضاعفة هذه الأجزاء أو ميتة بحقنوها في الجسم هذه مناعة إيجابية سؤال 11 الاعتماد النفسي والفسيولوجي على العقار هذا إدمان إدمان على العقار سؤال 12 أي تالي لا يحتوي على جدار خلوي الجدار الخلوي مين اللي ما عنده جدار خلوي؟ الحيوانات أي واحد من هذه من الحيوانات؟ الإسفنج والإسفنج هو حيوان عديم الأنسجة مرض النوم الأمريكي من أمراض تسببها الفيروسات فطريات، بكتيريا، طلاعيات طبعا هي طلاعيات بالتحديد تريبانو سومو تسبب مرض أنه قام باحث دراسة هندسة الوراثة لبعض النباتات وإمكانية مقاومة للحشرات والأمراض خلّ النباتة بدي حسن النباتات فهذه هي تحسين الزرعة تحسين نوعية النباتات عشان تصير أكثر مقاومة للحشرات سؤال 15 ماذا يحدث للخلية عند فشل نقاط السيطرة؟ نقاط السيطرة في دورة الخلية تنظم دورة الخلية طيب، لو صار خلل في نقاط السيطرة هنا بصير خلية تنمو بشكل غير منتظم وهذا ما يسميه السرطان نمو الخلايا بشكل غير منتظم هذا ما يسميه السرطان سؤال 16 من التكيفات التي تسخرها الله عز وجل للطيور طبعا تكيفها طيور كثير ولكن هنا يقولك تساعد على الطيران عدم وجود لكي نصير وزنة خفيف وتقدر تطير هذه التكيفات عدم وجود ريش؟ طبعا لا الطيور عندها ريش عدم وجود أسنان؟ ما العلاقة في خفة الريش والطائر وهذه عدم وجودها معها دقيقة؟ لا عندها معها دقيقة عدم وجود مثانة بولية طيور مخلوقات الوحيدة لما عندها مثانة بولية سؤال 17 من خصاص الجماعة الحيوية التي توضح عدد المخلوقات لكل وحدة مساحة هذه كثافة الجماعة هذا تعريف كثافة الجماعة سؤال 18-19 آخر سؤالين سؤال 18 التغير في الجماعة من معدل ولادات وفيات عالي إلى معدل ولادات وفيات من خفض التغير هذا التحول السكاني وجدت حفور من مخلوق حيو ولاحظت وجود أقدام أمبوبيه الأقدام نمبوبيه هذه توجد فقط في شوكيات الجند كذا خلصنا سلت جميعات يعطيكم ألف عافية جميعا